بحث اليوم تحت عنوان إذا كان النبي الأمين عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فأي علم غيب وسيطرة على العوالمي عند أئمة أهل البيت عليهم السلام النقطة الأولى لقد أمر الله تعالى رسوله الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم بأن يقول لو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إذن هذا أمر من الله للنبي أن يقول لو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء عبارة واضحة معنى واضح مفهوم للجميع لو كان النبي يعلم الغيب لا استكثر من الخير وما مسه السوء لكنه سلام الله عليه لم يستكثر من الخير وقد مسه السوء إذن هو لا يعلم الغيب إذن يريد أن يقول لهم أنا لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسن السوء وأنتم كما تلاحظون كما ترون كما تشاهدون بأني قد مسني السوء ولم أستكثر من الخير وهذا الأمر يقيني عند من كان في مقام وفي وضع الخطاب والمخاطبة بالمشافة أو من كان في ذلك العصر والزمان وأيضا من كان ويكون في الأزمان اللاحقة فإذا كان النبي الرسول الإمام صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب فهل يوجد عاقل يقول أن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب أنها المغالاة والتجهيل والاستئكال إذن من يقول بأن الأئمة يعلمون الغيب فهذا من المغالين ومن المستأكدين ومن من يعمل على تجهيل الناس لاستغلالهم المرجع المهندس الصرخي الحسني